مستشار أحمد سعد الأمين العام لمجلس النواب قال إنه من المقرر أن يحدد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب استكمال تشكيل اللجنة العامة في اجتماع هيئة المكتب المقبل باختيار خمسة من نواب المجلس وفقاً للمادة 21 من لائحة المجلس على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس عشرة أعضاء على الأقل أوضح الأمين العام أن موعد الاجتماع سيحدده رئيس المجلس خلال ساعات إما أن يكون الاجتماع قبل مشاركته في اجتماعات البرلمان الإفريقي ولا يبدأ يوم الاثنين اللي جاي أو بعد عودته يوم الجمعة 6 مايو كما اخترت الأمانة العامة لمجلس النواب أعضاء البرلمان بفتح باب تعديل البيانات الخاصة بهم في كتابة العضوية لمدة عشرة أيام قبل إعادة طباعة كتاب الأعضاء بعد التصويبات طالبت الأمانة من الراغبين في إجراء التعديل بالتوجه إلى الأمانة بحد أقصى يوم 8 مايو المقبل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر